الرسالة محمد يقول زيارة المريض لها ثواب لها ثواب عظيم جداً لو لم يكن في زيارة المريض الا هذا الحديث يا ابن ادم مريضت فلم تعودني قال وكيف اعودك وانت رب العالمين قال اما علمت عبدي فلان كان مريضاً ولو زورته وجدتني عنده في الواية لو وجدت هذا عندي اعلا وجدت ثواب هذا عندي وزاك علي ابن ابن طالب يقول قال ان اتهتر سلم من عاد مريضاً او زرأ له اخفلى ناد من السماء ان طبت وطبط من مشاك وتباوات من الجنة منزلة وفي الواية قال يوكل الله سبعين الف ملك يستغطرون له سباحاً حتى يمسي او مساء حتى يزوم ولا يزال في خرف الجنة في حضائق الجنة في خرف الجنة وهذا ثواب عظيم في مسألة زيارة المريض لا سيمن الحكم فيها كثيرا جدا المؤساة المؤساة وايضا التعليم لعله يتدجر مما هو فيه او يتسخط على قدر الله فيثبته هذا الزائر يكونه علما او طريبا العلم فيثبته ويدعو له الدعاء المأثور اسل الله العظيم رب العشر العظيم ان يشفىك سبع مرات يشفى الا ان يكون الموت فالموت لا حيلة فيه فان قالها صديقا يشفى المريض ففيه نفع كثير جدا في زيارة